يتصاعد منحن الإصابات بفيروس كورونا 19 في ليبيا بشكل يومي مخلفاً إصابات جديدة في عموم البلاد في وقت يشتكي المسؤولون عن القطاع الصحي من تجاهل قطاعات عديدة من المواطنين للإجراءات الاحترازية بما فيها ارتداء الكمامات ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يومياً مئات الحالات وعشرات الوفيات فيما يلقي المسؤولون بالقطاع الصحي بالملامة على قطاع كبير من المواطنين لتجاهلهم ارتداء الكمامات والحرص على التجمع بأعداد كبيرة في الأفراح والمآتم والأسواق وبناء على ذلك قررت اللجنة العليا البدء في تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية عقاباً على عدم ارتداء الكمامات مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن حجم هذه الغرامات في وسائل العلام قريباً وبعد طول انتظار وتأخر أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض امطلق منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا ويمكن للراغبين الحصول على التطعيم بتسجيل بياناتهم من خلال هذا الموقع الذي نشره المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي والفئة المستهدفة بالتطعيم ضد هذا الفيروس هم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وسيقدم التطعيم لجميع المواطنين الليبيين والمقيمين فوق سن الثمانية عشر عاماً في الوقت الحالي وقال عضو من اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة جائحة كورونا إن هناك إقبالاً كبيراً وتزاحماً على منظومة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من مختلف المدن الليبية ولفت إلى أن أولوية التسجيل لا تعني الأولوية في الحصول على اللقاح والمنظومة سترد على المسجلين لتوضيح الموعد وفق آلية مجهزة يأتي ذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد يشار إلى أن الطعوم ستكون من شركات مختلفة وفي ظل تزايد معاناة المرضى وسقوط أعداد كبيرة ضحايا لهذا المرض الفتاك وتعثر القطاع الصحي وتأخر العلاج يتبادر سؤال من المسؤول عن هذا الحال المتردي ومتى تزول هذه الغمة عن الناس